السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم ميزة السلمان خايد على قناة ساينس اس ك. اه احنا الحمد لله مزن بكمان في شرح مادة اه احنا المارفة اخدنا مادة اخدنا شابتر سري وقفنا لغاية اه شابتر سري وآ اخر شابتر معنا في المنهج وقفنا لغاية لسن فايف. اه النهاردة بازن الله هنبدأ في لسن سيكس طبعا لو انت لسه جديد معنا على القناة متنساش تعمل سابسكرايب ولايك للفيديو لو عجبك تمام? حلو. دلوقتي اه احنا النظام كالتالي احنا بنشرح من كتاب المعاصر بلص ان احنا بعد كل شابتر احنا بنخده بنجمع فيه كل المهمة اه على هيئة بي دي اف تقدر تتابعنا عن عن طريق لينك التليجروم اللي موجود تحت وصف الفيديو. وبرضو هتلاقي انه الدروس من الترتيب بالترتيب الصحيح برضو موجودة في لينك برضو تحت وصف الفيديو تمام? تعال نشوف مع بعض دلوقتي انا عندي لسن سيكس بيكلم عن ايه بيكلم عن الكارتون ماشي طب تعال نشوف هنا الكارتون what's meaning of كارتون تمام? حل ماشي بسم الله بيقولك هنا ايه بسم الله الرحمن الرحيم it is the series of drawing in a newspaper ماشي? that tells about a topic usually is a funny way there can be small amount of text on the drawing but the images tell most of the story يعني ايه بقى الكلام ده تمام? حلو دلوقتي هو بيقولك ان الكارتون ده هو بيبقى عبارة عن ان هي series معناها ان هي سلسلة من الرسومات بتبقى موجودة فين؟ موجودة في ال newspaper حلو الكلام حلو دايما لما بتكون لما الكارتون ده بيبقى موجود بيحكيها على هيئة funny way بتبقى بطريقة مضحكة تمام؟ حلو جدا ممكن ان انت تلاقي ان ال story دي بيبقى عبارة عن ان هي صور كده وبتبقى عتحتيها sentence عتحتيها جمل ماشي؟ حلو بس في الاخر بت ايه انت بتفهم القصة الحكاية بتاعتها ماشي؟ تمام؟ فعلى سبيل المثال هنا ايه بديك هنا ايه story طالب منك انت تعمل لها arrangement انت ترتبها ماشي؟ حلو فهو هنا اول حاجة عامل هنا ايه؟ one day mouse was walking in the jungle suddenly he saw a lion يعني ايه الكلام ده؟ بيقولك ان فيه مرة ماشي الماوس الفور ده كان ماشي jungle يعني في الغيبة او في الادغال لقى فجأة شاف ايه؟ شاف اسد تمام؟ مش بعد كده المفروض ايه اللي هيحصل بقى؟ ده اللي احنا المفروض هنعمله فالمفروض ان احنا هنرتبها ماشي هنرتب القصة دي تمام؟ بعد كده second step ايه اللي حصل بقى؟ the mouse was frightened but the lion let him ago تمام؟ يعني ايه الكلمة دي بقى؟ frightened يعني ايه؟ يعني الماوس الفور كان خايف جدا وكان مرعوب بس الاسد سابه ما عملوش اي حاجة يبقى دي second step تمام؟ حلو بعد كده later the mouse saw the lion in a net لا بعد كده بفترة بقى بشوية لقى ان شاف الاسد فلاقى ايه؟ فلاقى ان هو موجود في الشبكة حلو؟ تمام؟ حلو جدا يبقى دي رقم 3 تمام؟ تمام؟ بعد كده رقم 4 هنقول ايه؟ the mouse bit bit the net يعني ايه؟ يعني عايز يقولك هنا ان الماوس بدأ ان هو يقرقض او يعض او يقطع اللي هو يقطع اللي هو النت الشبكة دي ماشي يبقى دي رقم 4 حلو جدا ماشي؟ تمام؟ تمام؟ بعد كده ايه اللي حصل بقى دي رقمها كام؟ دي كانت رقم 4 ماشي؟ the lion got away حلو جدا بقى حر رقم 5 بعد كده the lion and mouse became friends بعد كده بقى اصحى بيبقى دي رقم 6 حل؟ حلو يبقى احنا كده حلينا مع بعض الاكتيف دي ده ماشي؟ ماشي؟ احنا دول باتي هنقرأ مع بعض story وبعد كده هنجاوب على الاسئلة اللي موجودة تحت ماشي؟ تمام؟ بيقولك هنا ايه؟ read read and color the following story هنقرأ وهنلون مع بعض وهنلون الايه الستوري دي ماشي؟ تمام؟ بيقولك هنا ايه؟ طبعا القصة دي قدما بتتحكلنا زي ما انحنا اصغيرين فهنقرأها مع بعض بيقولك هنا ايه؟ there were three goats living together in one house ماشي؟ يعني ايه؟ goats يعني معزة ماشي؟ كان فيه ثلاثة معزة ثلاثة ماشي كانوا عايشين مع بعض في بيت واحد تمام؟ each of them decided to live alone in its own house كل واحد قرر انه هو هيعيش ايه؟ هيعيش في بيت لوحده تمام؟ بعد كده بيقولك هنا ايه بقى؟ ركز معايا عشان لو انت ركزت اعطيها رفت جاب على اسئلة ماشي؟ تمام؟ بيقولك هنا ايه؟ the first goat decided to build its house from straw تمام؟ اول goats اللي هو يعني المعزة الاولى قررت ان هي ايه؟ قررت ان هي هتبني البيت بتاحها من straw straw يعني من الاش ماشي؟ تمام؟ حلو جدا بعد كده تعال نشوف بعد كده second goat decided to build it's a house from small tree trunk يعني ايه small tree trunk اللي هو جزع الشجرة يعني ايه برض جزع الشجرة يميز؟ اي دي الشجرة بتاعتي هي؟ ماشي حلو؟ دي leaves ماشي والجزء ده اللي هو الكبير ده بقول عليه trunk بقول عليه ايه trunk ماشي؟ تمام؟ يعني بنا البيت بتاعه من الخشب صحة؟ لا؟ تمام؟ بعد كده بيقولك هنا the third goat decided to build its house اه المسوسة ده محمد المعزة التالتة بقى قررت ان هي هتبني البيت بتاحها من الايه؟ from breaks breaks اللي هو الطوب تمام؟ يبقى نعيد تاني first goat قررت ان هي هتبني البيت بتاحها من ال straw تمام؟ second goat هتبني البيت بتاحها من الايه؟ من tree trunk تمام؟ واخر واحد هيبني البيت بتاعها من الايه؟ من breaks اللي هو الطوب ماشي؟ تمام؟ predict يعني ايه predict يعني تنبأ او قول لي ايه اللي ممكن يحصل ماشي؟ what will happen to the three houses when a strong wind blows؟ يعني ايه؟ بيقولك توقع لو مثلا ظهر عند strong wind عند رياح بس رياح شديده اوي ايه اللي يحصل للتالت بيوت ده؟ اول حاجة هو قال لك اول واحدة first house اللي هو البيت الاول اللي كان مصنوع من الايه من ال straw اللي هو ال ash ماشي؟ بيقولك هنا the wind will destroy this house ان ال wind هيتدمر البيت destroy يعني هيتدمر الايه البيت تمام؟ البيت التاني اللي هو مصنوع من الايه من tree trunk ايه اللي يحصل له؟ تفتكره هيتدمر؟ لا انا ما يعني انا حاسة انه مش هيتدمر فهقول ايه؟ the wind will not destroy this house صحة او لا؟ تمام؟ حلو تمام؟ طب والبيت التالت اللي هو ال third house اللي كان مصنوع من ال bricks اللي هو الطوب نفس الكلام the wind will not destroy this house صحة او لا؟ تمام؟ تعالوا نشوف بعد كده اللي بيحصل تمام؟ listen 7 بيتكلم عن newspaper team rules يعني ايه؟ دلوقتي الجريدة دي بتتكون من كذا شخص صحة او لا؟ حلو جدا كل شخص موجود في الجريدة بيبقى ليه حاجة لازم يعملها rules يعني ايه؟ ليه ادوار يعني كل واحد من اللي موجود في ال newspaper في الجريدة بيبقى مسؤول عن حاجة معينة فاحنا هنعرف بقى كل واحد اسمه ايه؟ ووظفته ايه؟ حلو الكلام؟ حلو تمام؟ تعالوا نشوف مع بعض اول حاجة معنا المانيجر اللي هو المدير مانيجر oversees the work to ensure everyone understand the rules and the groups complete the work on time يعني ايه؟ بيقولك بقى المدير اللي بيبقى موجود في ال newspaper بيتأكد او بيشرف على العمل للتأكد من ان كل شخص موجود معهم في ال team فاهم دوره يعني ايه؟ يعني انه اللي يكون مثلا ادي المدير وكل واحد من دول مسؤول ان هو يعمل حاجة معانا لازم المدير ده يتأكد ان كل واحد يشوفهم بيشتغلوا ازاي؟ ويعرف كل واحد هو فاهم دوره ولا لا؟ من اللي بيعمل كل الكلام ده المانيجر اللي هو المدير؟ تمام؟ تعال نشوف الشخص التاني اللي هو الادتور الادتور لو انت بتحب اللي انت عايز تعرف معناها معناها بالعرب اللي هو المحرر تمام؟ ملاحظة لك عملي pour reviewing aupt the pieces selected to be sure ماشي؟ ماشي؟ تمام؟ آآ to be sure is Is a variety ماشي? variety of topics ماشي؟ variety of topics or all the pieces are about the same the same topic يعني ايه؟ يعني بيقول لك ان المحرر اللي بيموجود معهم في التيم ووظفته انه هم بيراجع بيراجع المواضيع اللي هم اختروها يعني وليكن مثلا فيز بيلنج مثلا ناقص يراجع مثلا الاخطاء اللغوية مين اللي بيعمل كل ده الادوتور تمام لازم برضو يتأكد ان كل التوبيك او كل البوينت اللي هم اللي اختروها بتتكلم على الموضوع اللي هم هيتكلموا عليه فاهمني يعني ما ينفعش مثلا نقطة تكون برا الموضوع اللي هم هيتكلموا عنه لازم كل البوينت او كل الطبك اللي هم هيتكلموا عنه يكون داخل في الموضوع اللي هم هيتكلموا عنه فاهمني تمام بعد كده الـ Graphic Design Graphic Design ده وظفته Graphic Designer added additional drawing to the newspaper Mishy to go along with the pieces of the writing selected Mishy حل writing selected يعني ايه الكلام ده من اسمه كده انه هو انه هو بيعمل ايه بيسموه مصمم الجرافيك يعني ايه يعني انه هو انه هو دلوقتي هم اختروا المواضيع اللي هم هيتكلموا عنه صحة ولا حلو الكلام ده تمام فالجرافيك ديزاينر وظفته انه هو يعمل ايه انه هو يرس انه هو هيرسم بقى لو في رسومات يرسمها على حسب المواضيع اللي هم ايه اللي هم اختروها تمام تمام ده مين ده اللي هو ماشي يبقى بيضيف رسومات مع بتتماشى او او لائقة او ان هي تتناسب مع المواضيع اللي هم هيتكلموا عنا تمام من اللي بيرسم او من اللي مسؤول عن الرسم اللي هو يبقى احنا خدنا ايه دلوقتي خدنا المانيجور اللي هو المدير خدنا فكرافيك ديزاينر تمام تمام حلو جدا. تعال بقى نتكلم عن آآ آآ سيدنا محمد عن شخص تاني اسمه ايه بقى? تمام. اسمه ماشي? تمام. تعال نشوف بقى الشخص ده مسؤول عن ايه? ماشي? ماشي. بيقول لك هنا ايه بقى? يعني ايه الكلام ده? يعني هما دلوقتي خلاص اختاروا المواضيع انه هما هيكلموا عنها. تمام? حلو. الشخص ده اللي هو اله الايه اوي دا وظفته انه هو بيختار في المواضيع اللي هو هيكلموا عنها بقى بتاعيتها. يعني هو وظفته هيكلم مسلا عن الموضوع ده في البيج رقم كزا. آآ الموضوع ده هنتكلم عنه مسلا في البيج رقم كزا. من اللي بقى? اللي بيحدد الاماكن? من اللي بيقول كل كل حاجة من دي اماكنها فين? اللي هو اسمه آآ ل wow. تمام? تعال بقى نشوف مع هو بيقول لك هنا مين ده انت تكتب اسمه ماشي تمام review the pieces selected to be sure there is variety of topics مين الشخص ده اللي هو اكيد من الادتور صحة ولا اه تمام يبقى دي رقم 1 تمام بعد كده انت ديها تقولها لي في الكومنت تمام من الشخص ده اللي بيتأكد من كل واحد فاهم دوره طبعا اللي هو المانيجر اللي هو المدير صحة ولا اه تمام بعد كده added additional drawing to the newspaper to go along the pieces of writing selected مين اللي بيرسم اللي بيرسم الرسومات اللي بتتناسب مع الكلام اللي هم اختروا او الموضوعات مين اللي هو اسمه ايه ال graphic designer صحة ولا اه يبقى دي رقم 4 تمام تعالا بقى نشوف هنا بيقول لك هنا ايه follow the following steps to create your newspaper with your friends تمام طالب منك هنا ايه بيقول لك هنا في steps في خطوات لازم تمشى عليها عشان تعمل newspaper جريدة هتعملها مع مين مع اصحابك حلو جدا بيقول لك هنا ايه choose a name for you newspaper يعني ايه بيقول لك هنا اختار اسم الجريدة اللي انت هتكتب عنه يعني اسم الجريدة ماشي يقول لكم مثلا الجريدة بتاعتك اسمها كذا ماشي تمام بعد كده select pieces of writing you want to write about in the newspaper such as interview article advertisement cartoon etc يعني ايه يعني بيقول لك هنا اختار الحاجة اللي انت هتكتب عنها وليكن مثلا هتكتب مثلا عن اللي هو advertisement اعلان معين هتتكلم مثلا عن article اللي هو مقال معين هتتكلم مثلا عن interview تمام اختار حاجة هتتكلم عنها تمام حلم ده استيب رقم 2 استيب رقم 3 هنعمل ايه review the pieces of writing and make any changes يعني ايه يعني بيقول لك بعد بقى ما تختارك الموضوع اللي انت هتتكلم عنه وهتكتب هتكتب عنه بقى المفروض تعمل ايه هتعمل review يعني ايه هتبدأ تراجع كل اللي انت كتبته ماشي وليكن مثلا مثلا مش مظبوط ايه الكلام مثلا مش متزبط لو فيه topic مش لايقة مثلا او point مثلا مش مناسبة مع الموضوع اللي انت بتتكلم عنها فانت تحاول تزبط الايه الموضوع ده تمام تمام بعد كده ماشي تعال نشوف بقى استيب رقم 4 يعني الحتة دي يعني ايه عايزة فهم شوية ماشي تمام بعد كده بيقول لك هنا create the final version of the pieces of the writing selected يعني ايه يعني طالب منك ان انت ان انت تعمل انشاء نسخة نهائية يعني خلاص انت كتبت بقى او تزبط خلاص تمام بعد كده بيقول لك هنا edit your newspaper name to the first page يعني ايه بيقول لك اكتب اسم الجريدة بتاعتك فاول صفحة حلو بعد كده المفروض بقى استاذنا محمد هنعمل ايه ماشي تعالى نشوف مع بعض lay out and glue the pieces of writing on the first beach and the inside beach تمام حلو جدا تمام هتختار الاماكن اللي انت هتكتب عنها وليكن مثلا الموضوع انت هتكتب عنها مثلا في مكانها هتكون في المكان كذا مش عارفة ايه مكانها دي هتكون كذا ماشي بعد كده edit additional drawing or graphic لو في مسلا لازم برضو تحط رسومات الرسومات تكون منسبة عن الموضوع اللي انت هتتكلم عنه تمام name the pages of your newspaper يعني ايه هترقم بقى الصفح اللي في الجريدة بتاعتك ماشي تمام احنا عندنا في اللسون ده في كلمة جديدة علينا هناخدها النهاردة تمام اخر كلمة معينا ولازم تعرفها اسمها ايه بقى mirror mirror it is a cool way to share information with people using art mirror دي عبارة عن ان هي رسم بس ان احنا بيبقى انواع من انواع الفن ماشي بس الرسم دي بتبقى عمونكت تكون ان احنا بنرسم على الجدرون آآ آآ فبنقول عليها ايه باب الانجلش اسمها ايه mirror فهو بيقولك ان هي بتبقى طريقة كويسة جدا ان احنا بنقدر نشارك المعلومات بتاعتنا او الداتا بتاعتنا عن طريق الارت عن طريق الفن تمام حال هو هنا جايب لك هنا ايه جايب لك هنا كذا صورة اللي هي mirror ماشي وجايب لك هنا sentence وطالب منك ان احنا نعمل ايه هنوصلها بالجملة المناسبة تمام حال بيقولك هنا cooperation is the first step ماشي cooperation معناها التعاون هي الخطوة الاولى ماشي او الخطوة ايه الخطوة الاولى to to success success يعني ايه يعني التعاون دي التعاون هي الخطوة الاولى للنجاح ماشي اني واحدة صورة بقى بتعبر عنها المفروض ان هي الصورة دي تمام تمام بعد كده بيقولك sport is the beginning of the road to healthy peter life تمام الرياضة تعتبر هي بداية الطريق لان ان صحتك تكون كويسة فاهمني تمام اني صورة بقى اللي هي دي sport تمام حالو بعد كده اه بعد كده الكلمة اه احنا عن كده متبقلنا صورتين ماشي تعال نشوف اللي بعدها بيقول هنا ايه education is the most is the most powerful most powerful ماشي weapon weapon which you can use to change the world نقف لغاية هنا يعني ايه كلمة دي weapon يعني بيقولك education اللي هو التعليم يعتبر هو السلاح القوي اللي انت تقدر اللي انت تستخدمه عشان تقدر تغير العالم اني صورة بتعبر عنها اللي هي دي صحة ولا تمام مش دي تمام تمام بعد كده pharaoh are the origin of the art اني صورة بقى اللي هي الصورة الاخيرة دي صحة ولا تمام ماشي انا عندي في الصورة دي بيقولك هنا look the following احنا هنبص على الصورة دي تمام هو مدينا معلومات ماشي تمام بيقولك هنا look the following mirror then answer the following equations وبعد كده نجاوب على الاسئلة تمام هنا بيقولك هنا complete the length of the mirror هنا length came اللنس مدهوني بكم six صحة ولا حلو جدا تمام لا sorry ده مش اللنس اللنس رقم three تمام ماشي حلو تمام بعد كده بيقولك هنا the west of the mirror العرض العرض مدهوني بكم مدهوني يمي six صحة ولا لقا تمام حلو جدا ماشي بعد كده كنا خدنا قبل كده في 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 شابتر two في theme three لما كان المفروض ان احنا كان عندنا حاجة اسمها الاريا كان لها قانون كنا احنا لازم نحفظه فاكر ولا لقا كان بيقولك هنا the area ماشي the area ماشي the area of the mirror انا عايز اجيب الاريا الاريا كنت بنجيبها ازاي length multiply width صحة ولا يبقى three multiply six equal came 18 square meter صحة ولا يعني meter meter power two صحة ولا تمام بعد كده بيقولك هنا the perimeter of the mirror عايز احسب المحيط المحيط بتاع الصورة دي عايز ان نحسبها هنحسبها ازاي هنقول هنقول بقى خلي بالك انا دلوقتي عندي هنا length equal cam three وهنا هيبقى equal three صحة ولا تمام حلو وال width هنا هو قالك بcam six صحة ولا تمام حلو جدا تمام انا بقى لو عايز احسب اللي هال pre meter هقول ايه هقول six plus six plus three plus three تمام يبقى three plus three six plus six تمام حلو equal كام 18 تمام حلو ميش بيقولك هنا the measuring unit that is used to measure the dimensions of the mirror above is مش دلوقتي احنا هنا measuring unit استخدمنا ايه centimeter millimeter ولا meter طبعا meter اهي meter meter وهنا meter meter صحة ولا حلو جدا in this activity the area is measured in meter صح تمام in this activity the perimeter is measured is square meter false ركز معي هقولك معلوم دلوقتي انا لو بعمل multiply انا لما عملت هنا three لحظة كده او لو قلت هنا three meter ماشي multiply six meter حلو تمام لما بعمل multiply يبقى هقول am power two حلو تمام طبعا لو عملت هنا one meter one meter plus one meter خلي بالك ركز معي في الحتة دي ماشي equal هيبقى كام am صحة ولا two m يعني هنا ما فيش هنا حاجة صحة ولا حلو الكلام ده فاهمني تمام هنا في perimeter لما كنت بنجيب المحيط انا كنت كتبق m صح تمام انما area بقول عليها square meter يعني m power two ماشي فهو بيسألك في الاكتف الغلط وما ما فوت بقى ايه اللي هي area صحة ولا لأ تعالي بيقول لك هنا look the following panel then use your ruler ruler to measure the dimensions of the panel حلو بيقول لك هنا ايه هو ميدي لك لوحة طلب منك تستخدم المصدرة بتاعتك عشان تعرف اللينث وتعرف كمان الوث الدقي ماشي فانا رحت هنا مثلا انا 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 جبت المصدرة بتاتي فروحت جبت هنا لقيت ان دي طلعت five وهنا مثلا طلعت three خلاص حلو فبيقول لك هنا length of the panel equal cam centimeter خلي بالك وقال centimeter مش ايش احشان ايستخدم المصدرة حب فطلعت كم انا دلوقتي عايز اعرف length length صلعت cam three صح تمام width five صح لا انت ممكن تستخدم المصدرة وتطلع ارقام تانية مش ايش انا بقول لك بابا بنفطارد مثلا تمام the area of the panel area cam three multiply five equal cam fifteen square meter صح ولا حلو بعد كده لو انا عايز اجيب البريميتر of the panel طبعي انا هنا طالع هنا five يبقى كده هيتطلع هنا five وهنا هيتطلع هنا three صح حلو يبقى هقول three plus three plus five plus five equal cam centimeter sixteen ماشي تمام the measuring unit that is used to measure the dimensions of the panel احنا هنا measuring unit اللي استخدمناها في panel كانت ايه centimeter يميس لانا استخدمت ruler المصدرة صح ولا حلو جد واحد يقول ميتر ما ينفعش يقول ميتر تمام true or false in this activity the length and width are measured in meter لا امال هي ايه centimeter صح ولا يبقى false in this activity the perimeter is the measured in centimeter true صح ولا in this activity true ماشي دي ما فوت تبقى true ماشي ماشي انت دي اللي هتقولها لي تحت في الكومنت true ولا false طبعا احنا كده الحمد لله خلصت مع بعض المنهج تمام لو في اي حاجة مش فاهمها لو في اي حاجة عايز تسألني عليها ممكن تكتبها لي في تتواصل معي عن طريق صفحة الفيس اللي موجود طبعا تحت وصف الفيديو ماشي تقدر تتواصل معي عن طريق صفحة الفيس وما تنساش برضو للمرة المرة الاخيرة اللي اقولها لك ان تحت وصف الفيديو هتلاقي ان الدروس بالترتيب الصحيح بلاسة كمان ان بعد كل شابتر احنا بنغضب يكون فيه كل البوينت اللي بنجمعها من الشابتر ده هتلاقي في تحت وصف الفيديو في التسكريبشنز اللي تحت آآ لينك التليجرام بينزل عليه الملخصات والدروس وكل حاجة ماشي وبرضو هتلاقي تحت وصف الفيديو آآ لينك قائمة التشغيل آآ لينك آآ لينك قائمة التشغيل اليوتيوب هتلاقي ان الدروس فيها من الترتيب بالترتيب الصحيح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة